السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حل مشكلة التطبيق ليس مثبتا عادة بتظهر هالمشكلة لما نحمل التطبيقات من خارج المتجر بفيديو اليوم رح نشرح عدة خطوات لحل مشكلة التطبيق ليس مثبتا على الهاتف بلما نطول بالمقدمة كتير خلونا نروح على الشرح فونا اذا اصدقائي لحل هالمشكلة بداية رح نتأكد من الموبايل اذا التطبيق يلي بدنا نثبته فعلا غير موجود على الموبايل وكمان رح نروح على مدير الملفات بعدين المجلدات ورح نشوف اذا فيه اي مجلد متعلق باسم التطبيق يلي بدنا نثبته ورح نحذفه بعدين رح نروح على شريط الاشعارات ورح نسكر الانترنت البيانات والواي في او فيك تضغط على وضع الطيران مشان بتفصل كل شي عن الموبايل وبعدين نجرب انك تثبت التطبيق اذا استمرت المشكلة رح نروح على متجر جوجل بلاي ونضغط عليها ضغطة مطولة بعدين معلومات التطبيق بعدين رح نروح على التخزين بعدين رح نضغط على مسح البيانات ورح نختار مسح الذاكرة المؤقتة بعدين رح نرجع نضغط على مسح جميع البيانات وبعد هالعملية كمان فينا نعمل ايقاف اجباري للمتجر لبين ما نثبت التطبيق ورح نرجع نجرب نثبت التطبيق اذا استمرت المشكلة وظهرت جملة التطبيق ليس مثبتا رح نروح على الخطوة يلي بعدها رح نضغط على الاعدادات بعدين حالة الحماية ومن هالصفحة رح نضغط على جوجل بلاي للحماية طبعا غير اجهزة يمكن يكون مكان هالخيار مختلف مشان هيك فيك تفتح الاعدادات وتروح على البحث مباشرة وتكتب جوجل بلاي للحماية المهم رح نضغط عليها رح تفتح معنا هالصفحة رح نضغط على الترس الموجود بالزاوية فوق ورح نقوم بايقاف هالخيارين بشكل مؤقت ونروح نجرب نثبت التطبيق ونشوف اذا نحلت المشكلة او لا وان شاء الله رح تنحل المشكلة طبعا حاليا هاي هي الحلول الموجودة عندي اذا اي حدا عنده حل تاني ياريت يكتب بالتعليقات مشان الكل يستفاد هات كان كل شي بخصوص فيديو اليوم بتمنى تكونوا استفدتوا منو وياريت ما تنسوني من الدعم عن طريق الاشتراك بالقناة اذا ما كنت مشترك وتفعيل زر الجرس مشان يوصلك كل شي جديد على القناة ووصلوا هالفيديو الى اكبر عدد من اللايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته